واشنطن وبيونج يونج تقرعان طبول الحرب مجددا وتهديدات متبادلة بين القيادات السياسية في البلدين باستخدام القوة النووية ضد بعضهما فبالنهر والغضب دواعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية لوقف التهديدات ضد بلاده واستعرض ترامب قوة الترسانة النووية الأمريكية وعبر عن أمله في أن لا يضطر لاستخدامها سيكون من الأفضل لكوريا الشمالية أن لا تطلق مزيدا من التهديدات ضد الولايات المتحدة أنهم سيوجهون بالنار والغضب بشكل لم يعرف العالم سابقا بدورها ردت كوريا الشمالية بالتهديد بضرب الولايات المتحدة بالصواريخ الباليستية وقالت بيونج يونج أنها تبحث استهداف مناطق قرب المنشأة العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في جزيرة جوام بالمحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى الصين الحليف الرئيسي للنظام الكوري الشمالي والتي وصفها ترامب بأنها لا تفعل شيئا سوى الكلام خرجت أيضا وكالعادة في كل تصعيد جديد لتطالب جميع الأطراف بتجنب أي كلمات أو أفعال قد تؤدي إلى تصعيد الموقف وأن تفذل مجهودا أكبر من أجل حل الأزمة من خلال المحادثات كانت صحيفة واشنطن بوست نشرت مقتطفات من تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يعرب فيه مسؤولون عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية باتت تملك أسلحة نووية لصواريخها الباليستية ما يؤدي إلى زيادة في تهديد الأمن القومي الأمريكي يذكر أن التوتر الجديد يتوازى مع مخاوف متزايدة من جانب واشنطن وحلفائها من سعي بيونج يونج لحيازة وتطوير أسلحة نووية بعد أن نفذت الشهر الماضي تجربتين ليطلاق صاروخين باليستيين لأول مرة الأمر الذي دفع مجلس الأمن قبل أيام إلى فرض عقوبات مشددة إن هي الأكبر حتى الآن على كوريا الشمالية حسن إبراهيم لبرنامج هون الرياض